بعد عام على الأزمة بين البلدين رئيس الوزراء الإسباني يصل المغرب من المقرر أن يلتقي العاهل المغربي محمد السادس برئيس الوزراء الإسباني لإجراء مباحثات رسمية تهدف الزيارة إلى تكريس انتهاء أزمة ديبلوماسية بين البلدين حدثت بسبب استقبال مدريد في أبريل الماضي زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي كانت قضية السحراء أبرز ملفات الخلاف بين إسبانيا والمغرب فمدريد لم تكن تعترف بسيادة الرباط عليها والتزمت الحياد على مدار سنواته تبدل الموقف الإسباني ودعمت مدريد مبادرة الحكم الذاتي المغربية وهو ما طوى صفحة الأزمة الدوبلوماسية عندما استضافت مدريد رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج فقامت تلك الاستضافة الأزمة بين البلدين حيث سمحت المغرب لألاف المهاجرين غير الشرعيين بالعبور إلى جزيرتي سيبتا وامليليا التابعتين للسيادة الأسبانية هاتان الجزيرتان محل خلاف أيضا بين إسبانيا والمغرب فالرباط تصف سيبتا وامليليا بالمحتلتين وتستمر في المطالبة باستعادتهما بينما ترفض إسبانيا كليا أي حديث عن مفاوضات بشأنهما هناك أيضا أزمة ملف الصيد إذ فشل المغرب والاتحاد الأوروبية في تجديد اتفاقية الصيد وهو ما يزعج إسبانيا صاحبة أكبر أسطول صيد في التكتل الآن للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من الريباط مراسل الشرق أنس عياش أهلا بك أنس معنا في ألوان الشرق لليوم الزيارة إذن أصبحت رسمية من قبل رئيس الوزراء الإسباني إلى المغرب ضعنا في أجواء هذه الزيارة حيث ياتيها أيضا أنس ما سيتم مناقشة ولدي السترتب عليها نعم هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول كبير إلى المملكة منذ جائحة كورونا وطبعا تأتي لإعطاء خارطة طريق جديدة للعلاقات المغربية الإسبانية بعد الأزمة الدبلوماسية التي شهدتها العلاقات بين البلدين على مدى عام زيارة رئيس الوزراء الإسباني اليوم تأتي في سياق استعادة العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين الريباط ومدريد وبناء أسس جديدة لهذه العلاقة على أساس الاحترام والثقة المتبادلين وطبعا تأتي هذه الزيارة بعد الموقف الإسباني الداعم لخطة المغرب لحل نزاع الصحراء الشهر الماضي أعلنت إسبانيا دعم المقترح المغربي لمنح أقاليم الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية واعتبرته الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل هذا النزاع الذي تعتبر إسبانيا نعم ما ردود الفعل التي رصدتها من المواطن المغربي حول هذه الزيارة؟ نعلم ما هي ردود الفعل السياسية أغلب هذه الردود بالطبع ولكن ماذا عن المواطن المغربي؟ كيف ينظر لها بعد هذه المدة؟ كيف يترصدها؟ وماذا ينتظر منها أيضا؟ نعم هديل في الشارع المغربي من جانب سياسي هناك المواطنون يعني عموما والمراقبون يعتبرون هذه الزيارة تأتي في سياق انتصار دبلوماسي حققته الدبلوماسية المغربية لأن قضية الصحراء تعد هي القضية الأولى لدى المغاربة سواء شعبيا أو على المستوى الرسمي على المستويات الأخرى هذه الزيارة تعد بالكثير على المستوى الاقتصادي فإسبانيا تعدى الشريكة التجارية الأول بالنسبة للمغرب وهي كذلك ثالث أكبر شريك تجاري لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بالتالي هناك شركات كبيرة يعني عدد كبير أكثر من 900 شركة تستثمر يعني توجد فوق التراب المغرب وهناك أكثر من 1700 شركة يعني إسبانية تعمل لديها علاقات تجارية مع المغرب بالتالي هناك علاقات اقتصادية واسعة بين المغرب وإسبانيا هناك أكثر من 800 مغربي يقيمون في إسبانيا ويعملون هناك الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تؤثر على مصالح المواطنين في الضفتين وبالتالي اليوم إعادة هذه العلاقات إلى سابق عهدها يعني يعد بشارة خير بالنسبة للمواطنين يعني وعامة الناس الذين تأثروا بتداعيات فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية وكذلك إغلاق الحدود الذي كان بين البلدين وخاصة عند معبري سبتة ومليليا في شمال المملكة شكرك جزيلا شكر كنت معنا من الرباط مراسل الشرق أنس عياش شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة